وإنها تطرح حزم الدعم بقيمة تتجاوز 90 مليون يورو للمدارس الإلزامية طبعا هذا خبر بالحزب النيوز نعم حزب النيوز وهم مهتمين بموضوع التعليم وموضوع الفساد السيد فيدا كير فعلا هو مهتم جدا بهذا الموضوع لأنه هو المسؤول عن موضوع التعليم والاندماج في فيينا تقريبا إلى حد ما هو التعليم أكثر من الاندماج صراحة ولكن هو التعدد وأعتقد هو التعدد مسؤول عنه فيه ميزات كتير كبيرة بصراحة للعام المقبل لطلاب المدارس دعم الدعم اللغوي لضعيفي اللغة الألمانية رح يكون فيه دعم كتير كبير رح يكون فيه دعم نفسي أيضا للطلاب رح يكون فيه خدمات تنظيف خدمات متابعة الأطفال بالحمام متابعة الأطفال بالفرص بالتحركات مساعدة برضو في تناول الطعام فيه المشروع التجريبي كمان الصحة النفسية حزمة دعم بقيمة 91 مليون يورو للمدارس يعني صراحة هيكون فرص التعليم في فيينا توفر ميزات لدعم تكاليف العروض الخارجية يعني أيضا موضوع المواصلات المجانية للطلاب كمان هذا داخل فيينا إذا عندهم أي رحلات أي تحركات هاي كمان رح تكون مجانية يعني فبالتالي يعني العام الدراسي المقبل بتصور للطلاب حيكون مريح وإن شاء الله آمن وإن كان هو برضو بينادي يمكن بعض اللقاءات لما كنا معاه بينادي إن تعليم اللغة الأم أضفها لبعض المدارس إنه يتعلموا اللغة الأم يعني هي تشجيع تشجيع على الفقافة على التعددية هي نعم شيء من التعدد شيء طبعا نعم